تجي عنا لحضراتكم مرة تانية ولسا مكمني لحلقتنا وبرحب طبعا بديف اللي منورني في الستوديو مرة تانية الكاتف محمد المشد صاحب رواية جريمة عاطفية هم جرائم الحقيقة وأنا على المستوى الشخصي يعني أثرت فيها القصص وتحديدا مشاكل الأم وتأثيرها على يوسف عايز أتكلم عن شازة شوية شازة هي مرات البطل بالضبط كده والشازة كمان كان لها أعتقد يعني نصيب من الجرائم هي الأول كانت الدافع للخير يعني هو طفل اتربى في أسرة يعني مالهاش عيلة حب واحدة في بيت عيلة فبقى هو حب العيلة بسبب خطبته أو اللي هي بقيت مراته فهي كانت بتقول له لازم تدور على عيلتك وواواواواوا لما بيبدأ يعني شوف ان هي صورة الأمة بتتكرر في أشكال تانية شازة شخصية توكسك اللي هو الشخص اللي عايزك معاه على مزاجه وازعل وانت يجي تصالحني ودايقك فديجت صلاحني فكتايا مخبيه علي جريمة اللي هو يعني في بعض الحاجات لما يجي اتنين يشتركوا مع بعض في حياة لو ما اتفقوش عليها ما ينفعش يفجأوا بعض بيه يعني ما ينفعش مثلا بعد ما حد يتجوز يقوله والله اصلا انا شايف ان العالم كفاية أطفال فانا حابب ان انا اتبنى طفل فالزوج شايف ان هو عايز يخلف طفل من قبل كل ده ما كانوش يتكلموا فيه قبل الجواز قالت له سيلا ما جاتش سيرتها مثلا اه اوكي فده القصود اللي هو جينا هنا بقى في نقطة شازا دي في منتهى الأنانية برضو شازا منتهى التوكسك اللي هو ومش من حقك تسابني ومن حقك تعمل اللي انا عايزه لانا كرتضي فاللهو بنخش في شخصية تانية صورة لأمه بتتعاد مع حد تاني اشتركوا في القناة